في ظل مواصلة الاحتلال مصادرة الأراضي الفلسطينية في محيط محافظة نابلس لصالح التوسع الاستيطاني وزيادة انتهاكات المستوطنين بحق سكان القرى التابعة للمحافظة باتت نابلس اليوم مدينة منكوبة استيطانيا أتقدر التالي والتفاصيل يمكن اعتبار محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة منطقة منكوبة استيطانيا فما يقارب 45% من أراضي المحافظة نهبتها المستوطنات والبؤر الاستيطانية ومختلف المواقع الاحتلالية هناك تركيز في الاستيطان وخصوصا في مناطق جنوب نابلس هناك موجود 12 مستوطنة محيطة في محافظة نابلس وأيضا 39 بؤر استيطانية تقع على أراضي محافظة نابلس تعتبر محافظة نابلس أكثر محافظات الضفة الغربية تتعرضا لهجمات المستوطنين واعتداءاتهما المستوطنات الموجودة في المحافظة وفي خصوص الجنوب قيادة الإرهاب لمجموعة تدفع الثمن هي موجودة في مستوطنية سهار وقيادة الشباب التلال هي موجودة بيش كودش وأحيا وعادي عاد هناك مخاطط إسرائيلي مشروع علون يربط من كفر قاسم إلى سلفيت أريئيل إلى حتى مطل على زعترة حتى يطل على شفى الغور بالمحصلة فقد بلغت مساحة المواقع الاحتلالية أربعة وأربعين فارزة ستة بالعشر بالمئة من المساحة الكلية لمحافظة نابلس حيث استحوذت المعسكرات الاحتلالية على خمسة بالعشر بالمئة والمستوطنات على ثلاثة فارزة ثمانية بالعشر بالمئة والطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين على ثمانية بالعشر بالمئة والأراضي المغلقة عسكريا على سبعة عشر فارزة خمسة بالعشر بالمئة أما الأراضي المصادرة بجانب المستعمرات فقد شكلت اثني عشر فارزة واحد بالعشر بالمئة أما الأراضي الممنوعة الوصول إليها إلا بتنسيق مسبق فقد بلغت تسعة فارزة تسعة بالعشر بالمئة من المساحة الكلية للمحافظة لم يسلم أحد من اعتداءات المستوطنين المدارس تتعرض في الساوية في اللوبان في بيورين ومنطقة عريفة السيارات حرك سيارات وتكسير سيارات على الشوارع أصبح المواطن غير آمن إذا ذهب إلى أرض والمزارع غير آمن إحراك الزيتون وقطع الأسجار المتكرر اعتداء على المنازل حرك عائلة الدوابشي وأيضا محاوة حراك أكثر من عائلة بعد ذلك في آل كرة فلسطينية إذن لا يوجد أي طريقة لاعتداء والإرهاب إلا تمام مرسته من المستوطنين هذه الهجمات مع حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الذين يغطون على أعمال المستوطنين وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين بشكل يومي من مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صدرة رؤية